في بداية أزمة كورونا وتحديداً فترة الحجر والأغلاق الكامل أصبح جزء البيت إلزامية والكثير في تلك الفترة ظهر عليه الانزعاج من المكان العيش فيه الذي هو من المفترض يحقق مفهوم الراحة والأمان كانت تلك الفترة الكثير من العائلة والأصدقاء يتواصلون معايا سجيروني بحكم تخصصي في أمور تتعلق بمساكنه ومن المواقف اللي حصلت ليه اتصال من صديق ليعبر عن تلك المشاعر اتجاه منزله وانزعاجه كان جداً واضح من عبارة أنا كارح البيت مع العلم أن توهم انتهي من البناء وسكن بالبيت ومع النقاشات وضح لي أنه ما أعطى أي اهتمام لمرحلة التصميم بل اعتمد على بعض النصائح من الأصدقاء والتصميم الجاهزة من بعض المواقع والمكاتب لإنهاء أمور التلخيص والبناء وبعما سكن اكتشف أنها غير ملاء من الاحتياجاته ولا نمط حياته واكتشف أيضاً أن التصميم المعماري للبيت أصبح من الضروريات وليس من الكماليات وبهذه الحلقة من بودكاست 1949 لوزارة الثقافة سنتحدث عن الإنسان والمكان من يصنع الآخر معكم المعماري خالد هنيدي مفهوم العمارة هو الفن العلمي واكتشف فيه الفن العلمي أنه يندرج تحت في جانبين مشتركة في الجانب هي الفنون في الجانب هي التعليق بالجانب اللي هو العلمي بس الهدف الرئيسي منه أو المفهوم الرئيسي اللي حاول نوصله هنا اللي هو إقامة المباني التي توفي باحتياجات الإنسان من حيث الجانب اللي هي الاجتماعية الجانب الإنسانية الجانب العملية طبعاً نحن نتكلم عن العمارة والفن وإش الارتباط الرئيسي اللي بين الجانب اللي هو المعماري والجانب الفني ونجد هناك نفي علاقة جداً وثيقة على مرة التاريخ بين الجانب اللي هو المعماري والجانب اللي هو الفني خاصة أنه كان الجانب المعماري ووجد نظرنا هو الأرث الوحيد اللي انتقل عبر التاريخ من حيث يعكس لنا مفاهيم لهذا المجتمع كيف كانوا عايشين كيف كانوا يتنقلوا في مدنهم وفي نفس الشيء على أجزاء من هذا الجانب العماري شفنا الفن شفنا القصص وشفنا الكتابات على هذا المباني اللي تحكي حقبات زمنية معينة الرسائل توضح الفترات هذه إيش الأشياء اللي كانت تغلب عليها وقالنا نقدر نفهم أكثر ليش الفراغات هذه تكونت فتلحظ أنه كانت العمارة مثلا في عصور معينة تدرجت تحت أكثر الجوانب اللي هي خنقول الدينية أو باعتقادات معينة وبعدين في بعض العصور تحولت إلى جوانب صناعية والأيام اللي احنا نعيش فيها هي أكثر تكنولوجية فالارتباط الفن والعمارة قولوا الأدب اللي منرجعنا نحن نعرف العمارة هي جزء من الفنون وهي الرسالة أو هو التكوين الملموس اللي عبر التاريخ ينتقل معنا ويحكينا قصص القدمة العمارة هي أساس استمرال وقلود للحضارات فاليوم أنت ما تقدر تخلد أو ما تقدر تحكي عن مجتمع أو حضارة معينة إلا ما تجد تدرس كيف كانت مدنهم القديمة وهذا نحظ الكثير في الدراسات فتلاقي تعرف الفراغات من الحساسة تعرف أنه هذا كمكان للأسرة هذا مكان للطيف هذا مكان للحيوانات هذا مكان لمعدات مخزن وحمى وأشياء فهذه كلها أمور تعتبر مرتبطة بالجانب اللي هو المعماري ارتباطها بالفنون المبنى بحد ذاته هو الفن كان لأنه هو نتاج مجتمع وليس نتاج عمل شخصي فلو قلنا المجتمع عنده أعمال فنية لو أخذنا فكرة أنه المجتمع هذا اللي عنده عمل فني فهو المعمار اللي كان في هذا الحقبة اللي يحكي حالاتهم الاجتماعية حالاتهم التقدمية الحمارية إلى آخر بالنسبة لو اليوم جينا نقول طب إيش العلاقة بين لما نقول نحن العمارة هي علاقة من الفن طب العمارة والهندسة فإيش الارتباط اللي بين الجانب هذه فنحن نقدر نعرفها بتعريف خنقول بسيطة أو نقدر نحن نشرحها بطريقة بسيطة فإذا نتكلم عن الجسد الجسد أعتبرناك كمكون هو الجانب الهندسي الروح هو العمارة فالعمارة هي الجانب الأكثر اللي يهتم بعلم المجتمع يهتم بعلم الإنسان احتياجاته الجانب العاطفي أكثر وتكوينه هو خنقول الفراغات والانتقالات بين هذه الفراغات بطريقة ملائمة لمعيشة الإنسان والجانب الهندسي هو الهندسة البناء خنقول أكثر الجانب اللي كيف نحن نقدر نبني هذا الكيان حلو فالماضي كانت مختصرة كلها على البناء أو خنقول المعلم اللي هو كان يعتبر هو المعماري في الأساس حلو اللي كان يقعد يأخذ كل المعلومات وكل الاحتياجات من صاحب البيت ويبني له على حسب علمه حلو أو على حسب أكان المجتمع يبني فيه فاليوم مع الزمن صار فيه تخصصات فتخصص العمارة انفرد بذاته وهو صار تخصص يعكس اللي هو الفنون والمجتمع والثقافة والجانب هذا وعلم الإنسان نفسه بحد ذاته في الفراغ فالجانب الهندسي هو جانب هندسة البناء من حيث الإنشاء والكهرباء والميتانيكال كلها مكملات البعض ولكن هناك فيه مؤثرات على الجانب المعماري ونجد نظري هي مؤثرات كمان الرئيسية الواحد لازم ما يغفر عنها وممكن نحن نختصرها بقسمين رئيسيين اللي هو طرف بيئي طبيعي ما نقدر نغير فيه شي وفيه الجانب الثاني هو العوامل البشرية نفسه فلما نتكلم في العوامل اللي هي البيئية فيه تحت الجانب هذا فيه ثوابت وما نتكلم في الثوابت هي الأشياء اللي تعلق جغرافة المكان المناخ الطقس وغطاء النبهاتي وغطاء الحيواني في هذه المنطقة وهذه مؤثرة على نفس المعمار لما نجي على العوامل البشرية نتكلم أنه فيه هناك ثوابت وفيه متغيرات فلما نتكلم الثوابت دائما في المجتمعات فيه ثوابت اللي هي الثوابت الدينية والحكام اللي هي الشرعية لهذه المنطقة أو المرجعية الدينية لهذه المنطقة وبرضو العادات والتقالية والمجتمع فهذا يتدبر ثوابت من الصعب المجتمع يغيرها أما المتغيرات هي أمور ممكن سياسية طلعت على المجتمع في حقبة زمنية معينة مؤثرات تقنية في البناء فكل ما يتطور تقنية المناجر من الأبراج فهذا مؤثرات تقنية كليل وفي مؤثرات أمنية وسياسية فجأة هذه الدولة طلعت من الحرب فهي في مرحلة بناء تتوفر مساكن في سرعة معينة فتلاقيها تستخدمت أسرع طرق البناء وأسرع سرعة التخطيط فهذه المؤثرات لازم توضع في الاعتبار أهلاً السلام عليكم اسمي أحمد سامي عنقاوي سعيد جداً أكون معكم في الحوار لإثراء فنون العمارة العمارة بشكل عام مرتبطة كثير جداً بالفنون بحيث دائماً داخلها وفي خارجها ترتبط فيها كثير من العمال أسواءً الحرفية وعمال الفنية داخل مبنى وخارج المبنى العمارة فن مو فقط بصري العمارة في المعنى وفي المبنى يجب المعنى يرتبط بالمبنى ونجب المبنى يرتبط بالمعنى وهو من الأشياء الأساسية في ثقافتنا وحتى في التراث بشكل عام المعماري تخصص دارس القواعد الأساسية في البناء دارس الإنشاء دارس حتى النسبة تستخدم في المساحات حتى تدي الطابع المقصود للشخص اللي هو عايش فيه صحيح أنه فيه تعبير أنه كل شخص فيه فنان داخله أو فيه شخص له الشغل في أنه يبني أو يعمل شيء بس طبعاً زي ما تعرفين لازم فيه تخصص والتخصص يدرس القواعد الأساسية للإنشاء وغيره فالمهندس المعماري أو المعماري يعني دائماً ينظر النظر الشمولية لكيف عملية تحويل هذا الحلم والحس لمنتج للبناء يناسب الشخص المستخدم طبعاً وفيه المهندسين الإنشائيين والمهندسين اللي هم متعلقين بالهندسة الداخلية وغيرها من هذه الشبكة التي تكون دائماً مرتبطة بالمكتب الهندسة والمعماري بس المعماري هو يقدر يحول الرؤية للقاصد أو للزبون إلى منتج طبعاً يكون عنده تراكم خبرة في تعامل مع المنفذين ومع المقاولين والخامات المستخدمة ووفرتها في مقولة إذا صح التعبير عنها الشيخ المعمرين حسن فتحي كان يقول أنا المعماري الفقير وأنا المعماري الأمير لحسب القاصد فممكن يصمم عمارة تكون عمولة لشخص في طبقة مجتمعة وعنده ميزانية معينة في البناء وممكن الشخص اللي عنده احتياجات معينة مساحات أكبر يمكن يبني قصر أو مكتبة فالمهم جداً طبعاً الشخص اللي هو هيسكن في المكان أو المستخدم المساحة نفسها يقدر المعماري يفهم المتطلبات المحتاجة لهذا الشخص الميزانية المحتاجة لهذا الشخص ويبدأ على أساسها يصمم ويعمل شيء يكون يناسب أولاً الطبيعة كمان لأننا نحن عايشين في وضع يعني وبصر طبعاً الحسب كيف ممكن يستخدم العمارة في الناتل النهاية وكيف تدي نمط للمدينة نفسها فلحنا اليوم لما نأخذ لو نحن نرجع أو خنقول بالنسبة للمفاهيم أو الثوابت التي كنا نتكلم عنها اللي هي متعلقة بالمؤثرات المعمارية نرجع نعكسها على المملكة هنا فنشوف إشتثيراتها فحنلاقي عندنا نحن طبعاً تنوع الطبغرافي لموجته المملكة عندنا اللي هي السحاري في المنطقة الوسطى عندنا والهضاب عندنا الجبال في المنطقة الجنوب والشمال فكل خنقول العوامل اللي هي الطبيعية اللي ذكرناها موجودة وبالنسبة للشيء اللي هي تعتبر فيه والعوامل اللي هي الخنقول الإنسانية فبالنسبة لنا في المملكة كيف المؤثرات هذه أثرت فحنلاحظ أنه مثلاً كانت الحياة في المنطقة الوسطى هي حياة في جزء منها اعتبر تنقل اللي عاشوا وسط حراكها المتنقني فكان عندهم الخيام وكانت هي مناسبة لعيشهم يتلقلوا حول مصادر خنقول العيش اللي هي الماء في هذا كل الزمن وفيدي سكن المدن زي مثلاً تكلمنا في مدينة مثلاً الدرعية اللي هما بنوا نساكن أو استقروا في منطقة فأثرت عليهم المؤثرات اللي هي فأثرت عليهم في المؤثرات الطبيعية كانت استخدام حنقول نفس المواد اللي هناك الطبيعة الجو في نجد وتكوينات الممرات اللي هي الضيقة بناء بالمواد خلي الأماكن للفراغات هذه أكثر ملائمة للعيش وحنلقى هذه نفس التجربة ونفس التكوين هذا في أغلب المدن اللي هي اللي على نفس الجانب اللي هو الطبيعي أو الجانب أو مؤثلات طبيعية في حول العالم بس نما نتكلم عن الجانب الاجتماعي نجد أن نعكسها على الدرعية فهي مختلفة عن كل المدن اللي بناءت من نفس المواد التكنيك أو خنقول فيها نفس العوامل اللي هي الطبيعية فهذا التداخل المجتمع حلو فتبقى في اختلافات من حيث اللي هي تقسيمات وفكرة البطن الحوي اللي هو مفتوعة للمبنى من الداخل وكيف ارتباط المباني مع بعض وكيف أنه فكرة اللي هو السوق والممر هو نطس الالتقاء بين كل الخنقول عائلة وعائلة في هذه الأحياء فلنحن نجي نتكلم عن المؤثرات اللي هي الخنقول الطبيعية اللي نعطي مثال هنا في ناجت تحديداً في الدرعية وكيف أنه مبنوا بالطين وكيف كانت تكوينة سبب استخدام المادة هذه هي المتوفرة في المكان وهي برضو كمعوامل طبيعية تحقيق الكفاءة اللي هي العزل من الحرارة والشمس وكيف ترتبط هذا اللي تتكلم من الجوانب اللي هي الطبيعية بس فيه ارتباط برضو اللي هو ثقافي في المكان أو الجانب اللي هو الاجتماعي في المكان فالاجتماعي هو ينعكس على التقسيمات الفراغات فلما نتكلم عن فكرة بطن الحوي في المباني في الدرعية مختلفة لو جينا نقارنها مثلا بالرياب في المغرب أو فكرة اللي سموها مباني أو منطقة المفتوحة في نص داخل البيت ففيها اختلاف هناك من حيث الارتفاعات ومن حيث اللي هي الفنكشن في نجد نتكلم هنا أو في الدرية تحديداً كانت المباني متراسقة مع بعض وماشية بتدرجات معينة لتحجب الخنقول الشمس من وصولها الممرات هذه وتسمع للهوى خيارات الهوى لأنها تتحرك في هذه الممرات حتلاحظ برضو ففي نجد كانت العمارة تميل للبساطة وأتكلم بالبساطة بعدها من خنقول الجانب اللي هو الترف في نفس المعمار والتزيين والتشكيلات أما في المغرب تلاقيها أهتموا بتلوين المباني وبزخرافتها وتداخل الثقافات فحتلقى بعض الأشياء اللي هي ممكن أصلها ما هي موجودة هناك بس أضيفت على العمارة في المنطقة هذيك فعلى الجانب الآخر لو نجيل حنا نتكلم بالعمارة في المنطقة الجنوبية ويتندرج على ثلاثة ممكن أقسام جغرافية في هذه المنطقة فهندك الجانب اللي هو الساحل وبين عندك الجانب اللي هو السهل وبين عندك الجانب اللي هو الجبلي وهي تسمى منطقة تهامة خنقول بصفة يعني رئيسية فهتلاقي فيها ثلاثة أساليب بناء مختلفة فالجانب اللي هو الساحل هتلاقيه مكان يبدو بالعشش والعشش هذه هبارة عن خليط من أقصان أوطين كانت تكميناتها كلها ارتباطة بالخنقول بالبحر أكثر تطلع شوي على المنطقة السهلية هتلاقي بنو بالحجر والطين فكان خليط بالمهود اللي هي متوفرة هناك وكانت هي الأكثر الأماطق اللي كان فيها أمطار وكانت عرف سكان المنطقة هذي بالزراعة فإن انتقاليا للخنقول للمنطقة الجبلية اللي هي كانت بنو فعليا بالخنقول بالحجارة فإنلا كانت متوفرة الطين عندهم هناك كلها كان من الأشياء اللي احتاجوا هتلاحظ فيه فارق كبير بين هذي الثلاثة الأماط فنتكلم عن البناء في السهل مجتمعيا فلاقي المجتمع كان أكثر منشغل بالتجارة أكثر فاللي هو اللي كانت على البحر والصيد والأمور هذي فتلاقي المباني عشش بسيطة ما فهى تقسيمات من الداخل فهي كل عشة هي بحد ذاتها فراغ وداخله في بعض التفاصيلات بناء بالحجر وبالطيد فتلاقيها أكثر هي توضح مجتمع أكثر فكرة أنه المباني هذي مجتمع حول الساحة والساحة هي اللي فيها مناسبات لسكان هذه المنطقة ونفسه تلاقي المبنى تكويناته مكون من أدوار دور بسبب استخدام الحجارة وتمكن الإنسان بيطلع بهذه الارتفاعة فتلاقي دور للعائلة دور للضيوف دور للببيت كان مفهوم برضه في الجنوب كان اجتماعيا كان الطبخ كل يصير في الأسطح كان هناك اختلاف أسلوب أما في المنطقة اللي هي البحر كانت اللي ما يجي واحدة فأطبخ يطبخ خالي المبنى أصلا فما كان في حيز للأطباخ عما نطلع للمنطقة اللي هي الجبلية هي حلننحب فيها تكوينات مختلفة كلها صغرية مباني أصغر تميل اللي هي الفكرة اللي هي زي ما تقول الأبراج اللي هي مرتبطة باسم الحصون اللي هي دفاعية أكثر كانت الفكرة الأساسية منها هو أنك تحمي عائلتك أو تحمي مدخراتك في هذه المناطق من القبائل اللي ساكنها في حول المنطقة هذه من العدوان ولو في الغالب اللي ما سكنهم الجبال كان غالبة خلين نقول سكنتهم هي خارج المباني المبنى هو فقط للنوم للحمى وهذا كان اجتماعيا أما كبنيانيا كمواد فهم استخدموا فيها حجارة والسبب أنها هي الموجودة تحت رجولهم نحن عندنا هنا في المملكة شيء مهم جدا عندنا ذكر في القرآن أنه أول بيت وضع للناس وغير المفهوم إذا كان هو أول بيت سكن فيه الإنسان والأول بيت يعبر في الله سبحانه وتعالى لا خلاف أنه هو أول بيت وضع للناس وهذا أول بناء وكيف كان شكله وكيف كان جزء منه كان أيام سيدنا إبراهيم حتى العريش وذكر فيه كثير من الكتب القديمة اللي سواء الأزرق يذكر كثير كيف كان البناء في العهد في ذلك الوقت والمملكة العربية السعودية طبعا فيها أنمات مختلفة على مر السنين وعلى مر الأجيال وكثير منها أكيد تأثرت أولا بالموقع الجغرافي حقها وإش المواد المفرت لها في البيوت الطينية في البيوت الحجرية في البيوت اللي هي موجودة بالقش أو بالأخشاب وغيره وفيه أنمات مختلفة وتطورت على حسب طبعا اتجاهات سواء طريق الحج حتى تواصل الناس مع بعضها في استخطاب بعض المواد القارجية والتفاعل الثقافي اليسار في ذاك الوقت يعني لو عندي مسألة يمكن في جدة تاريخية بحكمة أنا في جدة يعني كان من أول بيت البيوت اللي بنت البيوت السمنتية كانت في البداية عند البوابة الجديدة وكان البيت يعني أول تخول لهذه الخامة السمنت وتبنى بأنها بيت موجود ومعروف أن هذا هو البيت السمنتي وكان في ديك الفترة طبعاً وفرت هذه الخامة الموجودة ودخولها للمكان وبعدها تطورت وصارت فيها الأحياء الجديدة اللي هي مبنية البيوت السمنتية الجديدة وبالطرق هي المدن كيف تقسمت كيف صارت مناطق كثير منها تتوجهوا وسابوا البيوت التاريخية لبيوت متطورة في الخامات حتى أن ما يكون فيها دخول الغبرة أو الراحة الشخصية في المساحة وبرضو لكل شخص كان وجود السيارة وغيرها فكان يخطط وتتعامل الأحياء على هذه الأساس وبعدها تطورت طبعاً لو تلاحظ حتى البيوت اللي بدأت فيها تدخل البيوت الجزازية وارتفاع المباني وغفرة الحديد وكيف عملية الإبداع في التشكيل لهذه الخامة حتى ممكن يكون ناطحات سحاب السعودية مرت على مراحل كثير يعني لو تلاحظ في بعض الآن لو تشوفوا بعض المباني يوجد طبعاً مباني اللي هي طويلة وفيها فيها القزاز وبعدين يعني عرف أنه في بعض المباني دي تستهلك طاقة كبيرة جداً لتهويتها قال إنها دائماً فيها مصدر على القزاز والقزاز يعني له دور أساسي في أنه يكون المبنى يكون له تيمبرتشر ويكون له حرارة معينة بس يعني طبعاً زي ما أي مجتمع عمل وطور على حسب الخامات الموجودة العالمين وكيف انتقالها للمملكة تم البناء على هذا الأساس الآن حتى تدرس خامات جديدة بتوصل عندنا وندرسها ونشوفها كيف ممكن البناء بها يفيد هل هذه خامات لها مثلاً جانب اقتصادي يكون سهل البناء بها ما يسمى بـ هذه حالة موجودة في أماكن كثيرة غير إنه هذا شيء جمالي وغيره بس إنه حالة موجودة باستخدم وفيه تطور لها يعني فيه كثير من الأشياء الواجهات الآن لتعامل بنمطه الشيء جميل الوعي الآن اللي حاسينه الوعي الثقافي والتراثي فيه رجوع شوية للأساسيات حتى كيف ممكن ننطلق بها كثير من الأشياء كانت صعبة لواحد أن يبني بها من الخامات بس بتوازنها مع الخامات أخرى ممكن يطلع بناتج يوزن بين النمطين وبين حالتين حتى إدى الطابع النهائي للعمارة المحلية نتكلم عن العمارة في المنطقة الغربية اللي هي بطوليها تصال بالمنطقة في جانب كبير منها ساحلي ونتكلم هنا الساحل وتأثيره والمناخ تحديدا وتأثيره على نفس المباني في المنطقة الغربية تعتبر هي منطقة أجواها كحرارة هي قريبة من نجد بس الفارق لأنه نجد هي الجفاف الغربية هي فيها نسبة الرطوبة أعلى فتلحب هنا الفارق المناخي والتكوين ما نتكلم كنفس المباني كتكوين فالعمارة تحديدا نتكلم عن جدة كمدينة كتبت من الأقدم للمدن هناك ما بقى هتكلم عن مكة والمدينة لأنها ارتباطة ديني أساس ودين ومكون اجتمعت عليه المدينة كلها مبنت حول هذا الجوالب ففي جدة هتلحظ فكرة هي الأحواش والأحواش هي مجموعة مباني وأحيانا تكون هذه المباني كلها التفت أو منت لعائلة وعرفت العائلة بهذا المكان والحوش هو اعتبر جزء من امتلاك هذه المجموعة العائلة كل العائلة لهم مبنى فتلقى مبانيهم هي راحة أكثر الأفقية فكرة اللي هي الوقت تلحظ هناك جدا واضحة اللي هي فكرة اللي هي الروائشين المشربيات اللي هي كمناخيا تساعد على تحريك الهواء من دخوله من أسفل المبنى تطلعوا في مناطق الرطبة انت تحتاج هذا الشيء كثير سيار الهواء يتحرك ومن جانب برضو اجتماعي كانت هي المكان المناسب اللي كانت تقعد فيه ربات البيوت تجتمعوا فيه حقق لهم الإطلال على المنطقة اللي هي الأحواش اللي كانوا فيها يجلس رجال الحي أو العمدة حق الحي كان يجلس في هذا المكان والأطفال اللي لعبوا في هذه الساحات فتلاقي فيه اتصال بصري بين ربات البيوت من هذه الرواشين من هذه المشربيات اتصال للخارج وتشوف ربات بيت اللي حصل وهي وهم أخي نقول ربات البيوت كان يجتمعوا أكثر في هذه الأماكن أو هذه الجلسات فحتلحظ الفارق اللي هناك موجود فيه فارق اجتماعي وفيه برضو فارق كمناخي متكلم كمواد البناء فبني هناك بالحجر وبني بالطين لأنها كانت تعتبر متوفرة هناك الفتحات هي كانت أخي نقول العنصر الرئيسي المتغير فيه عمارة المنطقة الغربية اتساعها للهواء للتغير للبحر وارتباطها وتوجيها كلها على البحر من حيث تسهل على دخول الهواء للفراغات هذه وبرضو فكرة أنه كان المجتمع في المنطقة التحديدا في مثلا مدينة جدة كان تجاري قائم على تجارة فتلاقي أن الحواري كانت مقفلة في المساء ومفتوحة في النهار فتحس أنه كل الحي السكني هو عبارة عن في عالمنا اليوم هو متجمع يفتح من وقت ويقفل في وقت لأنه داخل الحي السكني هو السوق هو التجارة هو الاقتصرات الدراسة العبادة كلها في منطقة واحدة محصرة لو انتقلنا هنا إلى العمارة في الشمال فهذهن حظل فيها تقارب من العمارة في نجد والتقارب هذا لسبب فيه أنه المواد اللي هي المتوفرة للبناء المتكلم هنا بعمل الطبارة فيه ففيها الجانب الصحراء الهباب فتلاقيهم بالهم بنفس التكنيك في أغلب البيوت اللي عبر التاريخ اللي هو استخدام الطين والحجارة في البناء هذه بس اللي هو الفارق اللي كان موجود هنا كان أكثر الفارق في نفس التكنينات اللي هي من حيث الفراغات فتلاقي في العمارة في الشمال فيه الأحواش فكرة الأحواش اللي هي نفس الفكرة اللي كانت موجودة في العمارة الأربية فحتلقى فيها الأحواش هتلقى أن المباني من الداخل فيها فكرة أنه أجنحة أكثر البناء قد ما هو الجانب اللي هو الاجتماعي فهو خليط بين العمارة في نجد وخليط بين العمارة في المنطقة الغربية وفيه طبعا الجوانب على عمارة التاريخ اللي هم كانوا اشتهروا في المناطق هذه زي المناطق اللي هي العلار اللي هتبوك اللي هو عبر التاريخ بالنحت فهم كانوا ينحتوا الجبال ويسولوا منها مساكن وهي الفكرة الأساسية لو رزعوا معرض التاريخ وهي الأكواخ فالإنسان أول ما سكن سكن في تجويفات بعد الزمن استطاع أنه يغير في الطبيعة ويتكون من الطبيعة هذه مساكن لها فلانتقلنا في المنطقة الشرقية حنلحظ أنه هناك فيها أسلوب البناء مختلفة عن المنطقة لو لأخذناها بمقارنة بالمنطقة الساحلية اللي في الجنوب يعني كان فيه عشش في الساحل لو نجي نتكلم عن المنطقة اللي هي العشش تحديدا فيه جزان في المنطقة هذه لو نعطي أمثلة في المنطقة الشرقية على مدن مثلا زي الدمام الشرقية الخبر الأمات المناطق هذه فنتكلم من هناك لا ما بنوا بالمواد اللي هي الأشجار وإمور هذه لأنه لم يكن متوفر بنوا أكثر بالطين فارجعوا يستعمل نفس المواد اللي هي المتوفرة اللي دينهم هناك ما كان عندهم متوفر الصخور فكانت مبنيهم طينية بس الاختلاف اللي حصل على هذه المباني أنه نرجع أنه هاي منطقة فيها رطوبة عالية فمناخها موزي أخ نقول منطقة نجد فتلاحظ أنه الفتحات في المباني اللي في المنطقة الشرقية الأكبر وتوجيهاتها كلها تتحرك بنسبة مفهوم اللي في العمارة اللي هي المنطقة الغربية نحو البحر لتسمح للهوى اللي جاء من البحر أنه يدخل يتخل هذه المباني والأحياء السكنية لتقليل أخ نقول إحساسه برطوبة فاليوم نحنا نجي نتكلم نقول إيش ممكن العمارة اليوم تقدم للمجتمع فلو جينا اليوم نتخيل مدينة مثالية أخ نقول هذا الشيء اللي هو تواقع من الصعب أي مدينة في العالم تحت تحكين بس نتكلم لما تقول المثالية من وجهة نظر من وجهة نظر الشخصية هي الواقعية والواقعية نقصد فيها حياة الإنسان واليوم لما تجي تقتصرها على يوم كامل من حياته فيبدل هنقول هذا ينطلق من هو المسكن اللي هو فيه كيف ارتباطه بالمكان العمل اللي هو يشتغل فيه وبرضو هذا المسكن كيف قاعد يساهم في رقي جودة المعيشة في المكان أنا متكلم أنه نحنا اليوم المباني المساكن هذه يعني اليوم بواقعية فأنا أقدر اليوم في أشياء البسيطة أني أقدر أطلع مثلا أمشي على رجولي أني أروح مثلا البقالة أو أروح أني أشتري بعض احتياجاتي أو أروح مثلا في المسجد أني أروح ونحنا خليها صعبة هذه كلنا عشناها هنا وحسنانا فيها كان من السابق مستحيل أن تروح للمسجد أنك تمشي على الرصيف أنك تمشي من ضمن الشارع وإنت تلاقيك وإنت تمشي في الشارع فأنت تخايف من السيارة ممكن تجي تصنف فيك وهذا الشي اللي أقول هو المواقعي فنحنا نروح للمواقعية وكل إنسان وتلقى أي أحد لو تتكلم اليوم تقول له هذه المعلومة هيقول لك صحيح ويقول يمكن أن أخش معك في نقاش طويل جدا ويقول لك أنه هذا من الأحمد فهي الواقعية فمن الواقع لأنني أنا أذهب أو هذه الحركة التي هي خمس مرات في اليوم للمسجد من الواقع أن يكون لها طريق ونخصص لها بس تلقى أنه الطريق هو اليوم هو موجود هو موجود في الشارع نتكلم من نفس الاحتياجات للإنسان اليوم أنه هو مثلا بيروح يشتري حاجة معينة ومهم الواقعية هو أنه يأخذ سيارته ويطلع يمشي مسافة ثلاثة أربعة كيلو حيث يستطيع يأخذ له مثلا قطعة تخبص مثلا أو مشريته لإحتياجاته اليومية ويرجع له في المكان نختصر برضه كمان زيادة هذا ليه علاقة بالتخطيط والحضرية أنه اليوم سكان حي ألف يدرسوا في مدارس سكان حي بي ليش وسكان حي فهذه كلها أمور مرتبطة أكثر تخطيطية موظفين في شمال الرياض يأتوا من جنوب الرياض فهذه أمور كلها استراتيجية أكثر وترتبط في التخطيط في الإشراطات التي هي مرتبطة في هذا المكان اليوم كثير ناس ينتقدوا عن هي الأحياء الشبكية أنا ما أقول هي الحل المثالي بس هي الحل ممتاز لو طبق كما صمم ومقصود فيها كذا أنه كل حي سكني كل 2 كيلو 2 كيلو متوفرة في كل الاحتياج الحي في قلب الحي من مدرسة ومركز صحي ومسجد جامع ومساجد ثانوية خنقول في أطراف الحي فحتلحظ أنه يومك كامل كشخص سكن بعيداً عملك تقضيف داخل الحي فأنت لغير مضطر أنك تطلع خارج نطاق الحي الزكني فهذا يأثر على جودة حياة المدينة بصفة عامة ومو الشخص أنه حيث الطرق الرئيسية يقل عليها الازدحام يصير فيه استفادة أكثر من الطرق الداخلية اليوم نسبة الاستهلاك للطرق اللي داخل الأحياء ولا شيء تدخل الشارع طول الوقت ما تحرك في سيارات فالفكرة اليوم التي تعتبر معالجة لهذا المفهوم أنه إلغاء بعض الشوارع داخل الأحياء الزكنية فهي منطقية فممكن لو في البداية اليوم أو تقولها لأحد ممكن يصدم تدخل شارع عندنا في حي ما يتقبلها بس هي والمنطق لأن استخدامها ممكن يعدي اليوم كامل يتعدي فيه خمسة سيارات فهذا هدر الفراغ ممكن يتحول إلى ممر حديقة مكان يلتقي فيه سكان الحي مفهوم التراث والزخارف صحيحة الآن يمكن الوعي أكثر من أور بالحفاظ والاهتمام بالتراث وشفناها بشكل ظاهر كثير حتى في الأزياء وفي المنتجات وفي العمارة ودائما للأسف يمكن الاهتمام فقط للشكل الخارجي يعني والشكل الخارجي للمفهوم التراث اللي هو يعبر عنه أمكان بالزخارف عنه اختصاصي أنا في الزخارف وأقدرها جدا بس ما هي فقط 2D المفهوم ما هو فقط يعني مسطح لا هو أشمل من ذلك أكثر الأشكال الهندسية لما تنتج حتى في الضرات ولا في النواة فيه أشكال ما يسمى بالإنجليز اللي هو جيدسك أو بلوتونيك سولدس هذه كلها أشكال بداية البناء أو بداية النقطة لما ترتبط من ثلاثة نقاط إذا كان نقطة طبعا يكون فيه نقطة ثالثة يصير خط هذه المسطح أما يكون فيه نقطة ثالثة تبدأ تصير مسلس عند التوصل إليها ونقطة رابعة يبدأ يصير عندك سولد يكون عندك مساحة يكون عندك حجم وهنا تدرس هذه الأشياء بطرق تحليلية أولا أنا عندي مفهوم للتوثيق يجب التوثيق في كل ما يتعلق بالتراث وبالعمارة وبالفنون يعني جانب التحليل التحليل الهندسي والتحليل العملي تحليل الهندسي كيف هذه النسب والأقدار الموجودة والتحليل العملي كيف تصنع وكيف تعمل بعدين يجي جانب الإبداع هيا الأسف دائما بنط على طول على جانب الإبداع بدون ما نعمل المرحلتين الأولى اللي هي مهمة حتى نفهم زي ما نسموها الـ DNA نفسها زي أي تكوين له تكوين أساسي أو محتويات أساسية هي تخليها تظهر هذا الشكل هي تخليها تظهر هذا المنتج مساحة أكبر للانطلاق مساحة أكبر للتعبير الصحيح دائما لو تلاحظوا حتى في مناطق الآن كثيرة يعني أغلب العمارة اللي موجودة الآن في نجد يعني كثير الاستخدام اللي هي المسلسات يمكن الناس شوفوا بكثرة الآن لحدة أنه لا يمكن فيه شيء تاني موجود وفيه أشياء تانية وأشكال تانية تعبر عن هذا المفهوم وعلى هذه الهندسة وكيف عملت استخراجها بنمط يعاصر الوقت يجب أن يكون يعاصر الوقت أنت لو عملت شيء بس مجرد تكرار لما سبق أنت شخص فقط يعني ما بتتنسم مفهوم التراث الحي مبني على التنفس مبني على الشهيق والزفير مبني على أخ ما هو الموجود الآن ويعطى الشكل النهائي للمنتج أخذ اللي هو موجود بالمسببات سواء المواد سواء التقنية الموجودة المعلومات أو الخبرة الموجودة في هذا المجال وكيف إضافة شيء جديد حتى يكون شيء يواكب برضو مع العصر ومع العالم في مفهوم البداء يعني الآن فيه أشتراطات والليلس وغيره في العمارة ووحد لازم تبيعها حتى يطلع بعمارة مناسبة العلاقة لازم يكون فيها توازن لا يكون تغير تام وبناء شيء تحسوا أنه ممكن لو أخذته لو تأخذ هذا المبنى وتحط في مكان تاني ما يعبر عن نفس المكان يجب أن يعبر عن المساحل اللي احنا عايشين فيها يجب أن يعبر عن شغرافية المكان نفسه حتى يكون له اهتمام للناس المحليين وحط للناس اللي هم الزوار أو بحيث يشوفوا شيء يختلف ولكن يعني يربطهم في نفس النمط أو في نفس المفهوم من الجوانب اللي نحنا كان نتكلم فيها أكثر يعني ممكن نحنا جانب مهم لما نتكلم في جودة الحياة أو ماذا علينا نظيف للمدينة نحنا لازم نؤكد على رفعة نسبة التقاء سكان المدينة أو الأحياء ببعضهم اليوم نسمحها كثير ودينيا نتكلم فيها أنه الجار ومجار وهذه الأمور نحنا عارفينها في كدينة بس نتكلم كمجتمعيا لازم نرفع نسبة التقاءهم وأنا أقصد فيها كيف أنه اليوم كثير ناس اسمعهم يقول أنا ساكن في نعمارات طبع الله اللي ساكن جميع ما أعرف بشكل حلوك والسبب سلوب الحياة اللي هو مرتبط من نعمارتك تطلع تركب سيارتك في القبو من سيارتك تنتقل تدخل مكتبك فالرحلة هذه التقاءك بالمجتمع معدوم أنت داخل خنقول خنسميه مكوك المكوك ما قلتك تروحها في السيارة لا تروحها ماشي حتلتقي بجارك حيثير بينكم بعض الحوار حيثير بينكم بعض الحوار حتتعرف الأشكال الحي اللي ساكنين فيها حتقل الأمن حيرتفع بالنسبة كبيرة وهذه كانت مبنية في المدرون القديمة ما كان في شرطي كانت هي الأمن يأتي من سكان الحي فسكان الحي هم يتمنوا بعضهم على بعض في مبانيهم فهذه برضو لها اللي نتكلم نحن الجوان وضفنا هذا رفع أو جودة أشياء ثانية الناس كثير يغفو عنها يحسب أنها هي بس فقط شجرة جميلة ورصيف ونمشي في داخله جميل الإنسان قري تكيف والإنسان تكيف في الرياض وفي السعودية على مرة تاريخ يمشي يروح للمسجد ولا في ولا شجرة وعلى سفلت أسود في درجة حالة 50 ونستطيع العيش نتكلم عن رفع كفاءة استغلال الموارد تقليل نفقات مهدرة من وجدنا وهذه كلها تنصب بالأخير لمجتمع والمهم في النهاية أن نعرف أن العمارة تعكس الهوية الثقافية والمجتمعية للمكان والإنسان واهتمامنا فيها رح يبرز قيمنا الفكرية واعتزازنا بالموروث العريق وأهمالنا لها رح ينعكس علينا بشكل سلبي وتصبح أبنيتنا بلا روح يعني أشبه ما تكون موسيقى بدون صوت